هو كل واحد مسؤول عن ثقافته وعن تنشئته وعن تكوينه لأن هي الثقافة هي القصيدة هي الأغنية هي الخطاب السياسي هي العلاقة بين الزوج والزوجة العلاقة بين الأب والابن هي السلوك في عمومياتك لماذا ذكرتش العمل الدرامي أو العمل السينمائي؟ آه طبعا يعني هو الفنون بشكل عام ما هو العمل السينمائي أو العمل الدرامي أو الأدب ما هو دي الأجنس الرفيعة للثقافة دي تل بترصن البنيان الثقافي في كيان الأمم والشعوب طب حقيقة قلت لي في التنشئة وفي التنشئة الاجتماعية تحديدا إذن حقيقة لمحت هنا دور الأسرة دور الأب والأم في التنشئة الثقافية لكل فرد أعتقد هو دور الأول ثم هنخش مع بعض في دور الدولة دور الأب والأم يعملو ايه؟ دور الأسرة هو الدور المحوري والأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى اللي بينشأ فيها الفرد وهي المدرسة الحاضنة لمكونات الإنسان فدور الأب أو دور الأم في عملية التأسيس السليم والتوجيه والتهذيب والنصح والإرشاد وغرس قيم الوطنية وإقامة المظلة الحماية اللي بتحمي الإبن من الانحراف في متاهات التطرف والانحرافات الأخلاقية ولذلك فيه أنماط أسرية مختلفة ممكن نلاقي النمط الديكتاتوري اللي هو بيسعى إلى حاطط الأبناء بالعقاب الجسدي وده طبعا بينتهي في النهاية بالخوف والتمرد في النمط المتساهل وده طبعا يعني نمط بيغفل كل الجوانب التربوية السليمة ده بينتهي بالخلط والاضطراب والفوضوية في النمط الديمقراطي ده بيعطي مساحة من الحرية وفيه فيه حالة من التكامل والتوازن ونظرة هدفها توعية الإبن وتوعية الأسرة بالمشاكل والأزمات المحيطة وفق آليات لا تغفل العقاب لكن ليس العقاب الجسدي وإنما بالصور مختلفة وفي نفس الوقت فيه شيء من اليسر والليونة وأنا عايز أقول أن فيه جزء سيكولوجي مهم جدا الإطراء والثناء على الأبناء ده مكون جميل طبعا إنك دايما ده طبعا ما هوش إيه دلع زي ما الناس بتقول ده مدلع أبناء لا كون الإبن يعني يأتي بالسلوك يعني يأتي بالسلوك في توقيته في توقيته طبعا إنه بيقدم على السلوك محترم ومهذب والسلوك ده ممكن وفق مواهبه وأنمطه الفكرية أنا أثنى عليه ونمي فيه المواهب والملكات دي لا أنا بصنع كيان داخل الأسرة إذن التنشيئة الثقافية حقيقي هنا شرط اللي إن هي بداية التنشيئة التربوية إن أنا أربي إزاي كنت أتصور إنها هنتكلم فيه إن أنا هفرجه على إيه أو أخليه يقرأ إيه أو أخليه يستمع لإيه لما حقيقي بدأت الموضوع فعلا من بداية ولا هو التربية وأسلوبها أصلا هو ده بداية التنشيئة الثقافية لكل واحد بالزبط بالزبط طب لو أنا هبقى عايز أعلم ابني مش يبقى مثقف في تعبيرها الأشمل ولكن يكون مطلع أكتر محطوط على الإطار السليم ما فيش أي نوع من أنواع الغذو الثقافي أحميه حماية اجتماعية إزاي بوجهه لإيه وخاصة مع اختلاف الأجالة دكتور يعني ممكن كنت واجهه الأول للنقد للأدب للقراءة فيه سرعة فيه متغيرات بالنسبة للشباب دلوقتي وبنسبة للأولاد هل ده ممكن يحولوا ليه من خلال الوسائل اللي بيستخدمها الجديدة لسوشال ميديا أو من خلال البيدياف مثلا على كراءات مختلفة على الإنترنت أو اللي عملها إزاي يعني أنا مش بوجهه التوجيه اللي أنا بألغي فيه مساحات الحرية عنده لأ أنا بتابعه أنا بتابعه وفي المتابعة ديت إذا فيه أي ميل لأ أنا بضبط المسار بتاعه الحاجة التانية إن وسائل السوشال ميديا والآي تي ديت وسائل فاعلة في نقل الخبرات والمعلومات بالاستخدامة للأمس آه بالضبط والتعرف على ثقافة الآخر شوف يحمد به أي تكنولوجيا في الدنيا لها جانبين الجانب السلبي والجانب الإيجابي هو الأمر المتوقف على الاستعداد النفسي ورغبة الإنسان ما هو فيه ناس نطغة وناس كبيرة في السن بشكل رائعي ممتوقف على تـارنواً ومرن يعمل بشكل رائعي ممتوقف على أول أن يكون بشكل رائعي ممتوقفوا mouths به